يال عدد كبير منكم بيعرف انه يوتيوب مليء بالدراما والقصص والاشاعات ومن اكثرها اشاعات علاقات حب اليوتيوبرز فخلونا اليوم نشوف ابرز هالاشاعات ونقيمها اذا كانت حقيقة او اشعة دايلر وسلين قبل فترة بلش دايلر بتنزيل فيديوهات على قناته على يوتيوب مع الموضل السعودية السلين احمد فتساءل المتابعين مين بتكون هالبنت وشو بتقرب لدايلر لايفاجأهم دايلر بستوري على انستجرام علق بالخلاله الله يتمم لنا على خير وفي كتير ناس صدقوا الخبر وباركوله وانا كنت واحد من بينهم ونزلت بوست على انستجرام وكمان رغدا واللي باركت له من خلال مساجات على الواتساب ولكن دايلر صرح انه كان مجرد مقلب لا غير ولكن ما نفأ انه في علاقة بينهم فشو رأيكم انتو علاقتهم حقيقة او اشعة رغدا وريضة يلي تابع برنامج سديم بموسم الثالث بيعرف قديش كانت علاقة رغدا وريضة كتير قوية حيث صوروا مع بعض عدة فيديوهات وشاركوا مع بعض عدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي وخلال هالفترة زعم عدد كبير من الناس انه في علاقة حب بين رغدا وريضة بس هالعلاقة ما طولت كتير فبعد ما غادر رضة الاردن عمل الثنائي انفولوا لبعض ومسحوا كل الصور اللي بتجمعهم مع بعض على انستجرام لأسباب مجهولة لحد الان فهل برأيكم علاقة حبهم كانت حقيقة ام كذبة بصراحة هالثنائي ما كنت متوقع ابدا انه حيجي يوم ويعلنوا انهم بعلاقة حب وبظن انه اغلبكم كنتوا من صدمين بعد ما شاركوا فيديو الخبر بس بعد مرور ايام اتأكدنا انه علاقتهم حقيقية ماريانا وطبنجا بظن انه هالثنائي بينسأل عن حقيقة علاقتهم اكثر من اسئلة ماما اذا تأخرت برا البيت بالليل فرغم انهم جاوبوا مئات المرات انهم مش بعلاقة حب الا ان الجمهور مصر لحد الان فشو رأيكم انتو هل علاقتهم حقيقة ام اشعة غيث ماروان وديانا قبل فترة طويلة كان غيث ماروان يشارك فيديوهات مع بنت اسمها ديانا حيث كان يعتبرها متابعينه حبيبته ولكن حصل واختفت ديانا من على الانظار لمدة طويلة ولكن رجعت تصور مع غيث مؤخرا فمع عودتها للتصوير مع غيث اعتبرها عدد من الجمهور عودة لعلاقة حبهم السابقة ولكن غيث انكر ذلك بفيديو على يوتيوب واكد انه بتجمعهم علاقة صداقة فقط فشو رأيكم انتو حقيقة ام اشعة بيسان وجواني ام بصراحة هذا اكتر كابول تحول من حب لجحيم من بعض المشاكل والدراما اللي صارت بينهم على السوشيال ميديا فلولا كل هالدرامو ما كنا عرفنا حقيقة علاقة حبهم وما كنا أكدناها فعلاقتهم كانت حقيقة بس انتهت بعد الخلاف بيسان وأنس بالحديث عن بيسان اسماعيل فبيسان تعرفت على أنس الشايب بعد خلافها مع عجواني وكبرت علاقتهم لما زارت بيسان الأردن قبل أشهر وزيارتهم مع بعض لدبي فبلشوا مؤخرا يلمحوا لمفاجأة وعلى الأغلب حتكون خطوبتهم فعلاقتهم حقيقية بنسبة 99% إذا ما كانت مقلب نور ستارز وعلي قاتي للي ما بيعرف علي قاتي هو مغني عراقي كندي مشهور ومن بين أشهر أغانيه إيتسيو المهم تعرفت عليه نور ستارز قبل سنين قبل ما يكون مشهور بس بعد فترة طلعت إشاعات كبيرة على السوشال ميديا أنهم على علاقة حب أو حتى خطبوا المهم أنه نور ستارز شاركت معه فيديو كامل على يوتيوب نفت فيه هاي الإشاعات وأكدت أنهم فقط أصدقاء فعلاقتهم كانت إشاعة فقط أحهم بعتقد أنه نارين بيوتي وموفلوكس من بين أكثر اليوتيوبرز اللي نحكى أنهم على علاقة حب وبظن أنه السبب كان قوة الصداقة اللي بينهم وعدد الفيديوهات اللي نزلوها مع بعض وبالرغم من أنه نارين أكدت كذا مرة أنهم مجرد أصدقاء فقط ولكن الجمهور عم بيقول لا 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 مستحيل هم أكيد كانوا على علاقة فشو رأيكم أنتو علاقتهم حقيقة أم إشعة أصدقائي لا تنسوا تكتبوا لي تقييماتكم تحت بخانة التعليقات لأعرف رأيكم بكل ثنائي كان معكم إياد آديوس بشوفكم بفيديو جاي لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات وكمان تتابعوني على صفحتي على انستغرام صفحة جوك تيفي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة